موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إضاءات اليوم نناقش ما تمخذ عن المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية فبدون صعوبات خلف نبيل بن عبدالله نفسه في الأمانة العامة للحزب حيث حصل على 371 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة المركزية مقابل 92 صوتا لمنافسه سعيد فكاك وبذلك يكون حزب الكتاب قطوى صفحة المؤتمر الذي أعاد إلى الواجهة الخلافات بين مكوناته وطرح سؤال الهوية الحارق الذي بدى الرفاق بشأنه حائرون متسائلون كما طرح المؤتمر على طاولة النقاش مسألة التحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة رفاق حزب عليعتا يتقون اليوم إلى التموقع ضمن مرحلة جديدة بنفس ديمقراطي جديد وسط حقل حزبي متحرك وواقع متغير فهل يتأتى لهم ذلك؟ وفي الملف الدولي نناقش تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران فطهران استشعرت خطورة المرحلة ليقوم وزير خارجيتها جوى الضريف بزيارات مكوكية إلى بيكين وموسكو وبريكسيل والذي وضع هذه المحطات الثلاث ضمن أجندته العواصم الثلاث التي يمكنها إن قادما تبقى من الاتفاق النووي فيما يحل الملف النووي الإيراني كضيف ثقيل على أجندة الاتحاد الأوروبي طيلة هذا الأسبوع وسط دعم أوروبي الاتفاق النووي دعم يطرح حوله أكثر من سؤال ولمناقشة هذين الموضوعين يسعد اليوم أن الصديفة طلحة جبريل إعلامي وكاتب مرحبا بك أستاذ طلحة وأن الصديفة أيضا أشرف طريبق رئيس مركز إسبريس للدراسات والإعلام مرحبا بك شكرا إذن نبدأ النقاش بما تمخذ عنه المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية أستاذ طلحة جبريل نلاحظ أن نبيل عبد الله خلف نفسه لولاية ثالثة هل هذا يبين وجود أزمة نخبة داخل الحزب أم نتيجة لقوة نبيل عبد الله وقدرته على تدبير شؤون الحزب والخروج به من المنعرجات والتحديات أنا أظن بأن هناك قراءة مزدوجة لهذا الموضوع وهو أن أي حزب عندما يكون مشاركا في اتلاف حكومي درجة العادة أن يحافظ على قيادته أو العكس عندما يكون موجودا في المعارضة ومستمر في هذه المعارضة يحافظ على القيادة أظن وهذا مجرد اجتهاد وليس مبني على معلومات أظن بأنه التقدم والاشتراكية وجد أنه من الأسلم طالما أنه مستمر في الاتلاف الحكومي بقيادة دكتور سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية أن يبقى تبقى نفس القيادة وما في شك بأنه لنكون موضوعيا نبيل بن عضلة له كاريزمة خاصة واستطاع أن يقود حزبه لمشاركة واسعة جدا في عدد من الحكومات منذ حكومة التناوب حتى وإن كان في ذلك الوقت كان إسماعيل العلوي ولكن الأمور بعد ذلك جاء في حكومة دريس جطو فهذه الملاحظة الأمر الآخر الذي يجب أن ننتبه إليه وهو بصراحة أنه نبيل بن عبد الله فعلا خلف نفسه واصبح في الآن لولاية ثالثة أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية ولكن ذلك تم أيضا عبر صناديق الاقتراع وهذه مسألة إيجابية في كل أحوال لأنه كان هناك مرشح آخر ولم يكن مرشح كما يقال أرنب سباق بل بالعكس كان طامح تماما في أن يكون يعني يتولى قيادة الحزب وكان هناك قياديون وقفوا إلى جانبه فأظن أن هذه النتيجة تصب في صالح نبيل بن عبد الله أنه ينتخب ديمقراطيا وليس بالتصفيق أو بالوقوف أو بالهتاف أو ما إلى ذلك أو بالتسكية والأمر الآخر أنه هي نوع من ربما أيضا لا بد أن نضع في البال قضية خروج نبيل بن عبد الله وبروفيسور داولي من الحكومة وبالتالي ربما تقصد الحسين الوردي ربما فيها نوع من رد الاعتبار أيضا أنه لو كان خرج من الأمان العامة للحزب كما خرج رفقة بروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة من الحكومة كان السابق كانت ستبدو الأمور يعني فيها نوع كأنه الحزب يؤيد ما حدث للوزيرين الذين كانوا يمثلانه داخل الحكومة طيب أستاذ أشرف طريبك على ضوء المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية وما جاء به في الوثيقة السياسية إلى آخره أين يمكن أن نضع حزب التقدم والاشتراكية اليوم في المشهد الحزبي؟ هو حزب التقدم والاشتراكية يعني وضع نفسه من خلال تجديد الولاية لأمينه العام بمعنى أنه الرسائل الأساسية التي حاول حزب التقدم والاشتراكية أن يوصل إلى المغاربة عموما من خلال هذا المؤتمر المؤتمر العاشر وهو أولا الحفاظ على الزعامة التي بدأت هذا المسلسل مسلسل التقارب مع حزب العدالة والتنمية أو مسلسل تكملة الاستمرار في التشكيلة الحكومية هذا المسلسل الذي بدأ منذ عهد حكومة التنوب بما أنه حزب التقدم والاشتراكية الآن لم يعد حزبا معارضا يعني ينتمي نبضه إلى الشارع كما كان أيام المرحوم علياته هو الآن حزب يشارك باستمرار عبر تمثيلية وازنة إذا لاحظنا أنه في التعديل الثاني لحكومة سيدعب إلا بن كيران وصل عدد الوزارات المسلمة لحزب التقدم الشركية إلى أربع وزارات وكتاب الدولة بمعنى أنه تمثيلية تفوق نسبيات تمثيلها على المستوى الانتخابي الآن حزب التقدم الشركية كما قلت هو يرسل رسالة أنه مصمر داخل الأغلبية الحكومية هو حزب أيضا يعرف كيف يقرأ تراجع اليسار ليس على المستوى المغربي فقط على المستوى الدولي وبالتالي هو الآن يحاول أن يضع نفسه في موقف يسمح له بالتعامل مع كل هذه الإكرهات التي تقع هو الآن يتحالف مع حزب يميني محافظ داخل تشكيلة حكومية يعني هو ينخرط داخل برنامج حكومية تزعم حزب العدالة والتنمية لكنه في المقابل يحاول أن يضع بعض المواقف التي تضمن لونه اليساري وتضمن هويته التي لا يمكن أن يتخلى عنها خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان قضية الإجراض إلى آخره الأمر الثالث هو يحاول أن يعكس استقلالية للقرار السياسي لأن الكلنا تكهن بأنه سيكون هناك تأثير على طريقة اختيار أو الانتخاب الأمين العام المقبل لحزب تقدم الشركين انطلاقا من مسلسل يعني إعفاء الأمين العام السابق عندما كان وزيرا للسوق يعني الكل تكهن آندك بأن نبيل بن عبد الله لن يكمل ولايته الثالثة أيضا سجما مع مبدأ تحديد المسؤوليات الذي ورد في قانون الأحزب السياسية إلا أن الرفاق اعتبروا على أن تجديد الولاية هو رد لاعتبار لسيد نبيل بن عبد الله وتجلل ذلك أيضا في البلاغات التي كانوا قد أصدرها قبل ما حضت المؤتمر سأواصل معكم النقاش لكن بعد أن مشاهدة التقرير حول الموضوع أو حول المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية والذي أعده الزميل أسامة عكراوي لولاية ثالثة أعيد انتخاذ نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية في ختام المؤتمر الوطني العاشر لحزب الكتاب ببوزنقة وبعد إجراء عملية التصويت طبقا للقانون الأساسي للحزب حصل بن عبد الله على ثمانين بالمئة من الأصوات أي ما يعادل ثلاثمائة واحد وسبعين صوتا من أصل أعضاء اللجنة المركزية للحزب مقابل اثنين وتسعين صوتا لمنافسه سعيد الفكك وعبر نبيل بن عبد الله في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته بالثقة التي وضعها مناظر الحزب في شخصه للمرة الثالثة كما عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتخب عن الأمل في أن يحتل الحزب المكانة اللائقة في الساحة السياسية الوطنية نبيل بن عبد الله انتخب أول مرة أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية عام الفين وعشرة وأعيد انتخابه للمرة الثانية على رأس الحزب عام الفين واربعة عشر وبانتخابه للمرة الثالثة على رأس حزبه عام الفين وثمانية عشر فإنه سيظل في نفس المسئولية إلى عام الفين واثنين وعشرين أي ما يعادل اثنى عشر عاما من التدبير والتسير الحزبي يذكر أنه وفقا للقانون الأساسي للحزب فإن الأمين العام يقوم بصهر على ضمان فعالية ونجاعة أعمال الهيئات والأجهزة الحزبية الوطنية من أجل حسن تدبير الحزب سياسيا وإداريا وتنظيميا وماليا وتسير المكتب السياسي والدعوة إلى اجتماعاته ووضع جدول أعماله كما يعد هو الناطق الرسمي باسم الحزب والآمر بالصرف وكان المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام ببوزنقة قد صدق على تشكيلة كل من اللجنة المركزية للحزب التي تضم 487 عضوا ولجنة المراقبة السياسية والتحكيم ولجنة المراقبة المالية وكذا مجلس الرئاسة كما صدق المؤتمر على مشروع الوفيقة السياسية وعلى مشروع القانون الأساسي للحزب بعد إقرار تعديلة عليه أستاذ طلحة جبريل سبق أن تحدثنا عن التحالف ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وجودهما معا في الاتلاف من الحكومة السابقة ألا يطرح هذا إشكالات داخل حزب التقدم والاشتراكية بالنظر إلى مرجعية الحزب الذي كان ماركسيا ومازال يعتمد على هذه المرجعية وكان حزبا للمثقفين اليسارين وليس حزبا جماهيريا ألا يطرح اليوم إشكالات علما بأن هذه النخبة كانت تتهم الأحزاب لنقول التقليدية باليمينية والمحافظة إلى آخرين هو إذا عدنا إلى المرجعية السياسية لكل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية فعلا سنجد نفسنا أمام سؤال عريض جدا وسنجد أن التحالف غير منطقي إذا عدنا إلى المرجعية السياسية لكن إذا عدنا للظرفية نفسها الذي تم فيها التحالف ربما نفهم إلى حد ما لماذا تحالف إسلاميون مع شوعيين هذا هو اللب الموضوع في تلك الظرفية أنا أعتقد بأن السعب إله بن كيران كان يفكر بالدرجة الأولى أن يضم إلى الاتلاف الحكومي الكتلة بمكوناتها الثلاث أي حزب الاستقلال اتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي بل قال ذلك أنه كان قال بأن تعبير قال أريد أن أسخم بهم أكتافي لا أنسى هذه العبارة ولكن ما حدث أنه لم يستطع أن يتم توافق يجعل الاتحاد الاشتراكي داخل الحكومة وإن كان حزب الاستقلال كان أصبح جزء من الحكومة في هذا السياق يمكن أن نفهم موقف نبيل بن عبد الله الذي في الواقع أن سعبد الله بن كيران أرسل له رسائل ودية جدا قبل تشكيل الحكومة وهو تلقف هذه الرسائل وسيرها إلى أقصى حد وقال تصريحه الشهير يجب عدم شيطنة حزب العدالة والتنمية فنلاحظ بأنهم لا السعب إله بن كيران ولا السينابيل بن عبد الله هم اللذان خلقاء أرضية لهذا التحالف وهو تحالف غريب في الحقيقة إذا عدنا إلى المرجعية السياسية من هنا نلاحظ بأنه فكرة نبيل بن عبد الله والتي قالها في خطابه الأخير في هذا المؤتمر العاشر أنه العمل من داخل المؤسسات وخاصة الحكومة من أجل طرح فكر كما سماه يساري حداثي اشتراكي هل ممكن ذلك الله أعلم لا أحد يستطيع أن يجيب بهذا لا نعرف لا توجد محاضر لاجتماعات الحكومة حتى نعرف ما هذا الوزير ماذا قال وذاك الوزير ماذا قال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ربما كانت المسألة في البداية كما قلت هو التحالف مع الكتلة ولكن ذلك لم يحدث وبالتالي اعتبروا ربما حزب التقدم والاشتراكية كان مخلصا في تحالفه معهم كان أكثر ولا آن ولم يحدث هناك أي خلافات بين الجانبين ولذلك استمر هذا التحالف إلى الآن حتى في ظل حكومة دكتور سعدين عثمان الحالية ربما لكي يقرأ حزب تقدم والاشتراكية كتابه كان في حاجة إلى مصباح العدالة والتنمية لكي ينير له ما يقرأه هل بات مصير حزب التقدم والاشتراكية مرهونا بالعدالة والتنمية في نظرك أولا أنا عندي تحليل يعني عام وهو أنه التحالف بناء على المرجعيات السياسية أصبح متجاوزا في العالم يعني حتى منطق الانتقالات من حزب إلى آخر يعني ماكرون كان في اليسار واختار أن يكون في الوسط مهاتر أمضى في ائتلاف حكومة 22 سنة وعاد إلى الحكم بتحالف مع المعارضة الآن في الانتخابات العراقية نلاحظ هناك تحالف قوية ما بين يعني تيار الصدر والحزب الشيوعي يعني هذا المنطق أصبح متجاوزا الآن في العالم ولم يعود يعني تابتا حتى على المستوى العلاقات الدولية لكن ألا يطرح يعني سؤال الهوية الحارق لدى الحزب خصوصا عندما يتعلق الأمر بحزب هوية وبتاريخ حزب التقدم والاشتراكي سأجيبك عن هذا الأمر بعد أن أؤكد أن الأصل في تحالف التقدم الشراكي والعدلات النمية أنك ليه ما يعاني من عزلة سياسية لأن التقدم الشراكي كان له وجود عندما كانت الكتلة بارزة وظاهرة لننسى أن حزب التقدم الشراكي بقياسا بنتائجه انتخابية وبعدد مناضليه ومنخارطيه وتوجده كما أشرت أنه يمثل النخبة ولا يمثل الجماهير هو حزب صغير أو لا حزب يقع في وسط ترتيب الأحزاب السياسية في تاليه عندما لم تعود الكتلة موحدة ودب الخلاف ما بين حزب استقلال تحت الشراكي حزب التقدم الشراكي أصبح يعاني من عزلة خصوصا أنه لديه مستواية بعيدة كل بعد عن الحزب الذي جمع الشتة اليسار وأتكلم عن الفيدرالية اليسار أيضا حزب العدل والتنمية يعاني من عزلة حقيقية فهو ينتمي إلى اليمين المحافظ لكنه لا يجد معه حزبا قويا يسانده أو يتحالف معه أقرب إليه ربما هو حزب الاستقلال هو موجود الآن في المعارضة المتواجدة معه في الحكومة هي معه على خلاف مستمر يعني لا تمثل أغلبية قوية وصامدة كما شاهدنا في التعديلات السابقة هذا المستوى الأول المستوى الثاني يعني الحكومات الآن لم تعد حكومات سياسية الحكومات الآن إذا لاحظتوا أنها تضم تشكيلات تقنقراطية حتى الفاعلين الذين يأتون من الأحزاب لا يتوفرون على رصيد نضال مهم يعني تسمع بعض الأسماء يرشحها حزب العدل والتنمية أو يرشح حزب آخر لا وجود لها داخل الحزب فقط لأنها تحتل يعني منصبا مهما على المستوى الإدارة أو تنتمي إلى صفة المناصب العليا فقط يعني حضورها جاء بناء على مواصفتها وكفاءتها التقنقراطية ثالثا وهذا اتضح عندما كان هناك مشكلة لخطة الوطنية لإدماج المرأة أنه في الخلافات السياسية الكبرى دائما تدخل سلطة المالك من أجل التحكيم النقاش لا يحسب من خلال أغلبية والمعارضة أو كم لديك من مقع داخل المجلس النواب أو داخل المجلس المستشارين بل كل النقاشات السياسية الكبرى هي حسمة بزدخل ملكي وهذا الأمر يجعل أنه طريقة تعامل الأحزاب مع الملفات الكبرى سواء قضية الصحراء سواء قضية إدماج المرأة يعني في التنمية إلى آخره يجب أن يتعامل معها من خارج المنطق السياسي وقد لاحظنا هذا أكثر في أداء حكومة العثماني التي تحاول ما أمكن أن تتجنب كل الإشكالات والنقاشات العدد كبير من القوانين تأخر إخراجها إلى حيث الوجود مع العلم أنه الدستور حدد مدة لإخراج هذه القوانين بسبب اختلافات الكبيرة جدا على المصوى ومضامينها طيب أستاذ طرح تفضل أنا بالحقيقة أريد أن في الاتساق مع ما قاله الأستاذ أشرف طريبي أريد أن أشير إلى ملاحظة لعل من الحسنات تماما ما نشاهده في أوروبا في خلال الانتخابات ما يسمى بالدبيت أي المناظرات التي جعلتني شخصيا هذه اقتناع بأنه أفرزت شيء جديد وهو أن الاشتراكية لم تفشل ولكن فشل الاشتراكيون والدليل على ذلك الآن التيارات التي تتنامى الآن في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية أيضا هي تيارات يسارية تطرح نفس الأيدولوجية التي كانت تطلحها الأحزاب الشوعية والاشتراكية من قبل وتعتقد بأنه توجه اللوم لهذه الأحزاب بأنها لم تستطع أن تروج لهذه الأيدولوجية بالشكل الكافي هنا يجب أن نسأل سؤال موضوعي هل الأيدولوجية بمعناها السابق ما تزالت مستمرة باقية أم أنها انتهت أنا أقول بأن في السياسة لا يمكن أن نغلق مرحلة ليست صفحة كتاب حتى نطوي صفحة ثم نفتح صفحة جديدة إنما يجب أن نفكر في الأمور بشكل آخر سؤال هل اليسار الذي من بين شعاراته الأساسية والاشتراكية وهي العدالة الاجتماعية في أوروبا يتقدم أم يتأخر أنا أقول أنه يتقدم بل بالعكس هناك الآن خشية من يسار المتطرف أو إذا كان اليسار الذي يقف على يسار الاشتراكيين التقليديين ولذلك هذا الأمر عندما ينعكس على المغرب سنلاحظ التالي أنه الآن هناك سؤال وسط اليسار ككل جميع مكونات اليسار ماذا نقصد ما هو المطلوب وما هو المقصود من شعارات يسارية إلى أين ستؤدي من هنا يمكن أن نتأمل موقف حزب التقدم والاشتراكية وموقفه الذي يعتقد بأن وجوده داخل الحكومة فيه خلال هذه السنوات كلها كان مفيدا لمرجعيته السياسية هل هذا صحيح أم لا هذا موضوع آخر طيب حزب التقدم والاشتراكي ودافع العدالة الاجتماعية كما هو في منهجه وفي إيديولوجيته كما قال أستاذ طالح جبريل لكن يقال بأنه لم يكن له تأثير كبير داخل الحكومة بدليل أن الحكومة السابقة والحكومة الحالية قامت بسياسة تقشف وباقتطاع من مجموعة من القطاعات الاجتماعية ولم نسمع للحزب صوت هو حزب التقدم الشراكية حاول أن يدافع عن بعض القيام التي تميزه لأنه من دمنا نتكلم عن العدالة الاجتماعية فأعتقد أن هذا الأمر متواجد في كافة البرامج الأحزاب السياسية لكن عندما تكون في الحكومة ليس عندما تكون في المعارضة عندما تكون في الحكومة يفرض عليك مثلا طابع التوازن المكرو اقتصادي تفرض عليك الإقراعات يفرض عليك سداد المديونية تفرض عليك عدد من الخيارات التي تتجاوب بها مع الأزمات المالية التي تعصف بالعالم عموما حيث تقدم الشراكية يحاول أن يضغط في اتجاه الحفاظ على القيام الأساسية التي تميز اليسار المتعلقة بالمساواة المتعلقة بحقوق المرأة المتعلقة بحقوق الأقلية الدينية إلى آخره لكنه في المقابل لا يحاول أن يتعدى حاجز الاقتصادي ونحن نعرف أساسا أن الإقراعات المتحكمة في أداء الحكومة هي الأزمة الاقتصادية التي يسقط فيها المغرب والتي لم يستطع التخلص منها التوازنات الكبرى لأن المغرب للأسف الشديد لم يستطع أن يخلق نموذجا اقتصاديا تنمويا يحاول أن يتجاوز به ذلك المنطق الكلاسيكي المتعامل فيه مع ميزانية الدولة رغم توسيع الاستثمارات رغم اقتراح عدد من السيناريو هذه الممكنة لكنه لم يستطع هذا ما فرض على حيث تقدم الشراكية على القياد أو الانضباط لعمل أسلوب الحكومي الذي لم يتغير أنا أقول منذ حكومة التنوب لأنه ننسى أن ملفات الخوصصة وكذا بدأت منذ حكومة اليوسفي واستمر ذلك المسلسل إلى حكومة سعد الدل العثماني لكن في المقابل هناك نقاش يعني مهم جدا يطرحه اليسار ويتجل في بلاغاته ومراسلته فيما يتعلق بالقيام الأساسية التي تميز اليسار عن غيره من الأحزان أليو أني هذا الحزب من مسألة تجديد النخب نلاحظ بأنه كان حزبا للمثقفين بمعايير ذلك الزمان بمعايير زمن الحرب الباردة والمواجهة ما بين القطبين إلى آخره اليوم نلاحظ بأن هؤلاء المثقفين هم أنفسهم ما زالوا في قيادة الحزب أو حتى في الصفوف الأولى لقواعده بمعنى أنه لم يستقطب مثقفين جدد من أين يأتي العجز في نظرك؟ نعم تمهيدا لهذا الموضوع أود أن أقول فقط أيضا عطفا على ما قاله الأستاذ أشراف هناك مسألة في غاية الأهمية حتى في عهد حكومة التناول بقيادة سعبد الرحمن اليوسفي كان الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان أكثر من اتخاذ تدابير أو إجراءات ذات طابع اشتراكي على اعتبار أنه الاتحاد الاشتراكي كان يمثل الثقل في هذا الموضوع أنتقل الآن إلى هذا الموضوع عن النخب الأحزاب والنخب الملاحظ بأنه عكس يعني هناك شيء غريب يحدث النخب تغادر الأحزاب ولا تأتي نخب جديدة يعني هناك عدد من الأحزاب ولا نريد أن أدخل في هذه الجزئيات غادرت نخب هذه الأحزاب عندما وجدت بأنه يعني هناك خلافات ربما هناك الحزب لم يحقق ما كان يأملون منه وما إلى ذلك وبالمقابل لم تأتي نخب ما هو السبب المسألة ليست سهلة حتى تشخص بهذا الشكل ولكن يجب أن نلاحظ أن منظمات الشبيبة في الأحزاب ككل لم تعد لها ذلك الزخم الذي كان لها من قبل حتى نبيل بن عبد الله نفسه نتاج هذه المنظمات الشبابية أنه كان هو قائد الشبيبة الحزب وسعيد فكاك وسعيد فكاك الذي نفسه نفس الشيء فإذن القدرة على استقطاب شباب شباب جديد أو نخب جديد من الشباب هذه المسألة إلى الآن تراجعت كثيرا من المسؤول؟ لا أدري يعني هذه تجيب عليها الأحزاب أنا أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل مسألة تجديدا نخب مسألة تعاني ليس فقط حزب التقدم والاشتراكي مجموعة الأحزاب إضافة إلى ذلك الآن أصبحت ظاهرة أخرى كانت في السابق توجه للإدارة أي الإدارات في الوظيفة العمومية وما إلى ذلك أو حتى في الدولة وهي مسألة تدوير النخب وليس تجديدها الآن ما يحدث هو تدوير النخب وهذه ظاهرة ليست في كل أحوال إيجابية يعني أن يتم تدوير النخب كما يحدث في الإدارة داخل الأحزاب بحيث أنه الشخص ممكن يكون قائد ممكن يكون وزير ممكن يكون مسؤول في داخل لجنة مركزية ممكن يكون مسؤول إلى آخر نفس الكتلة هي التدوير هذه ظاهرة تدوير النخب أنا أعتقد بأنها ظاهرة سلبية وهي التي جاءت بدلا من مسألة استقطاب نخب جديدة والأمر حتى نكون واقعيين الأمر لا ينسحف فقط على الأحزاب نتكلم عن الإعلام نفس الشيء هناك مشكلة كبيرة جدا في استقطاب نخب جديدة في الإعلام تستطيع أن تعطي الحيوية المطلوبة هناك محاولات ما في ذلك شك ولكن ليست كافية فأنا أظن بأن هذه مشكلة الآن في السياسة وفي الإعلام يجب أن تلاحظ هذه المسألة وتلاخح الأجيال في السياسة وفي الإعلام نفس الشيء ربما هناك الآن فجوة ما بين الأجيال أكيد نعم أنتقل لمواصلة النقاش معكم لكن تطرق للملف النووي الإيراني وتدائياته مشاهدينا بعد هذا الفاصل موسيقى أرحب بكم مجددا مشاهدنا الكرام فهذا المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج إضاءات والذي نناقش في تدائيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران فطهران استشعرت خطورة المرحلة ليقوم وزير خارجيتها جوالدريف بزيارات مكوكية لثلاث محطات كعبور إجباري وهي بكين وموسكو وبريكسل العواصم الثلاث التي يمكنها إنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي فيما يحل الملف النووي الإيراني كضيف ثقيل على جندة الاتحاد الأوروبي طيلة هذا الأسبوع وسط دعم أوروبي الاتفاق النووي وهو الدعم الذي يطرح حوله أكثر من سؤال وأذكر بأننا وجهنا الدعوة لمناقشة هذا الموضوع لكل من طلحة جبريل إعلامي وكاتب وجهنا الدعوة أيضا لأشرف طريبق مدير مركز إسبرسي للدراسات والإعلام وجديد أيضا أستاذ أشرف طريبق أتحيب بك نبدأ بالملف النووي الإيراني ويبدو أنه ملف متسارع ويأخذ كثير من وقت ساسة العالم اليوم في نظرك أستاذ أشرف طريبق هل ما كان يريده ترامب تحقق بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران اليوم هو لا بد من قراءة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي 2015 ما بين إيران والدول الغربية يعني هو انسحاب كان مخططا له وكان متوقعا على اعتبار حزمة الوعود التي قدمها دونالد ترامب في حملته الانتخابية هو وعد بمراجعة كل شيء كل ما قام به أوباما في مرحلته وعد ترامب بأنه سيراجعه من أجل قاعدته السياسية لا أقل ولا أكثر الآن تأمننا أن وطيرة هذا الانتحاب ستتصارع بعد إقالة تيليرسون لأن تيليرسون كما تعلمون كان مختلفا مع رئيسه المباشر في قضية الانتحاب من الاتفاق النووي وفي قضية المفاوضات أو الحوار مع كوريا الشمالية الآن مع تعيين بومبيو كانت الطريقة معبدة أمام دونالد ترامب الذي كان ملزما بتجديد رؤيته أمام الكونغرس فيما يتعلق بتنفيذ إيران لالتزامتها وعن وقع العقوبات على الاقتصاد الإيراني وبالتالي دونالد ترامب كان في وقت مناسب من أجل أن يتخذ هذا القرار ضدا على رغبة شراكائه في هذا الاتفاق لننسى أيضا أن مرحلة ما قبل الانسحاب عرفت ضغطا من عدد من الدول وأنا أخص بالذكر إسرائيل إسرائيل التي كانت تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بموقف أكثر حزما تجاه إيران وإلا تطورت الأمر إلى حرب صعبة داخل الشرق الأوسط وقد لاحظنا التراشقات النارية ما بين إيران من داخل معترك سوريا وأيضا إسرائيل عندما كانت تهاجم مواقع إيرانية داخل سوريا أيضا ضغط الدول العربية بعض الدول العربية التي قامت بزيارات وقامت بسفقات أسلحة وبضغوط لا حد لا ولا حاصر من أجل ضغط أكثر على إيران دونالد ترامب حاول ما أمكن أن يقيد هذا عملية الانسحاب بمراجعة هذا الاتفاق النووي الأمر الذي لم يكن هناك اتفاق عليه ما بين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الدول الغربية أيضا بسفاقات اقتصادية مع إيران وهذا هو السبب الذي عجل بالانسحاب هذا آخر سيناريو كان متوقع من ضمن أربع سيناريو هذه ممكنة يعني للأسف وقع هذا السيناريو ولا ندري ماذا يمكن أن تتطور عليه الأحداث يعني مستقبلا السيدة الحجوريل ما الذي يبحث عنه ترامب اليوم هل مواجهة مع إيران أم اتفاق جديد بشروطه هو ومن خلفه إسرائيل بالنسبة لترامب إيران دولة ممانعة أي أنها لا تتسق مع السياسة الأمريكية في المنطقة هذا جزء الجزء الآخر وهو مهم جدا وهو أنه ترامب الذي استطاع أن يحصل من دول الخليج على ملايير لا بد أن يجاريها على الأقل إقليميا إضافة إلى إسرائيل التي تعتقد بأن إيران تشكل خطر مباشر عليها فأنا أظن بأن إيران حسبها يعني ماليا أكثر من حسابات سياسية أولا مجاملة دول الخليج وهذه مسألة يعني واضحة تماما لأن هناك فعلا خلافات عميقة جدا بين إيران وبين دول الخليج الأمر الثاني هو مراعاة إسرائيل واللوب الإسرائيلي في أمريكا ليس هينا كما يعني مهما صورناه هو ليس هينا هو صانع قرار في داخل الولايات المتحدة تخصد جاريد كوشنير وغيره من صناع القرار يعني هو لوب كبير جدا وواسع وموجود في معظم مفاصل الإدارات الأمريكية إذن إذا وضعنا ذلك في الاعتبار يجب كمان بالمقابل أن نرى إيران ماذا تفعل في المنطقة الإيران الآن لا نحن نتحدث عن إيران كرقعة جغرافية ولكن نتحدث عن النفوذ الإيراني الآن إيران لديها العراق مئة بالمئة لديها سوريا مئة بالمئة لديها جزء من لبنان انتخابات الأخيرة في العراق وفي لبنان لديها اليمن تحرك في الورقة اليمنية كما تشال أن الحوتيين هم حلفاء لإيران هذه الوضعية تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تفكر كثيرا في هذا الأمر مسألة أخرى لا توجد الآن استثمارات أمريكية حقيقية في إيران يعني منذ منذ أهد الشاه لم يستطع الأمريكيين أن يضعوا قدم في في إيران يعني الاستثمارات محدودة ومحدودة جدا إضافة إلى ذلك هناك تحالف إيراني روسي وهذا التحالف الإيراني الروسي طبعا يزعج بالتأكيد واشنطن فإذن مسألة قراءة هذه الخارطة من أسهل ما يكون إيران واشنطن ضد إيران لأسبابها مصالح اقتصادية لا توجد لمجاملة لحلفائها أيضا لمواجهة أو الحد من هذا النفوذ الإيراني الذي يتسع وقابل أن يتسع أكثر وأكثر يعني عندما تأخذ إيران العراق بكامله والانتخابات الأخيرة بيّنت ذلك أنا أعتقد بأن هذا مسألة ليست سهلة العراق ليس دولة كما نقول يعني دولة عادية العراق العراق النفط العراق الفلاحة العراق الموقع الاستراتيجي العراق التاريخ فهذا كل هذه العوامل إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالعراق على وجه التحديد كل التضحيات التي تضحيات بين مزدوجتين كانت للولايات المتحدة الأمريكية في العراق في النهاية كانت نتيجة صفر أن جاء نظام عراقي ضد أمريكا وجزء من التحالف الإيران ربما الأخطاء التي ارتكبها بول بريمار بول بريمار وإدارة جورج بوش ارتكبت أخطاء قاتلة منها حل الجيش العراقي الذي حولوا كبار ضباطه إلى متسولين بتسولين بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي وهؤلاء اضطروا أن يذهبوا إلى التوحش والتطرف وكانت داعش نعم سأعود لمواصلة النقاش معكم لكن بعد مشاهدة هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ملك مهرش الغموض يكتنف مصير الاتفاق النووي الإيراني بعد إعلان واشنطن عن انسحابها منها إعلان ينظر أيضا لعودة شبح العقوبات ليطارد الاقتصاد الإيراني فالرئيس الأمريكي أصدر أمرا تنفيذيا يفرد عقوبات ضد الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران مع مدة التزام تستمر لمائة وثمانين يوما واشنطن قالت إنها لن تقف عند هذا الحد متواعدة بعقوبات شديدة تضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية في المستقبل البيت الأبيض قال إن الدول الموالية لمشاريع إيران الصاروخية والباليستية ستنال ناصيبها من الإجراءات العقابية تصعيد أمريكي يعيد قرعة طبول الحرب الاقتصادية ضد إيران التي أكدت في المقابل التزامها بالاتفاق النووي مع بقية الأطراف الانسحاب الأمريكي وصف من جانب طهران بالحرب النفسية حرب قال الرئيس حسن روحاني إن بلاده لن تسمح لترامب بالانتصار فيها تزامنا مع هذه التطورات تعقيد طهران أمالها على تحرك الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق الذي وصف بالتاريخي حين توقعه سنة 2015 ألمانيا وفرنسا وبريطانيا جدت التزامها ببنود الاتفاق كما عبر الدول الاتحاد الأوروبي عن خوفها إزاءة ضغوط أمريكية محتملة ضد الشركات الأوروبية بإيران وحسب المراقبين تبقى فرص الحفاظ على الاتفاق محدودة إذا عجز الأوروبيون عن القيام بإجراءات من شأنها امتصاص الضغط الأمريكي يبدو سد أشرف طريبق بأن التنصيق الذي كان خلال الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية التي كانت في سوريا عقب اتهام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيموية يبدو أن هذا التنصيق وهذا التعاون بدأ يصيبه ربما بعد التصدع بسبب الملف النووي الإيراني ويبدو بأن الأوروبيين ظاهريا على الأقل لا نملكوا المعلومات هم يصطفون خلف إيران من أجل إبقاء هذا الاتفاق على قيد الحياة إلى أي مدى سيصمد الأوروبيون في دعم إيران في مواجهة أمريكا وفي مواجهة علاقات التاريخية على ضفتي الموحيط الأطلسي هو في مرحلة ولاية ترامب الحالية يعني لم يكن الأوروبيون والأمريكا علاقة برجل واحد ونحن نعرف جيدا أن الضربة السورية المشاركة كانت ضربة شكلية ولم تحقق نتائجها ولا أهدافها يعني كانت أجل بريستيج ربما الغربي نعم من أجل إظهار نوع من العلاقات حتى زيارة ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية يعني لم نعرفها إلا الابتسامات التي كان يوزعها داني الرئيسة لا أقل ولا أكثر بينما لم يحقق أي مضمون من أجل الاتفاق هذا الاتفاق النووي الذي للأسف شديد الانسحاب والولايات المتحدة الأمريكية فيه فيه ضربة قوية لكل الاتفاقات المبرمة لأنه لا يعقل أن يبرم اتفاق من طرف دول غربية يعني خمسة منها توجد داخل مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا وأن يكون ذلك اتفاق عبر ثلاث محطات أساسية هو اتفاق أخذ حجما كبيرا من الدراسة وكان لا بد أن يتوج هذا الاتفاق باتفاق إذا شنا نقول اتفاق طويل للمدى يعني كي يحد نهائيا قضية التسلح النووي ليس فقط عند إيران وإنما في منطقة الشرق الأوسط يعني أن تنسحب دولة كبرى من هذا الاتفاق فيه ضربة للمتظم الدولي ضربة للاتفاقات الكبرى الآن أوروبا في حيرة منها لأن أوروبا لم تعلها ذلك المصداقية كي تحافظ على اتفاقات هذا جانب أول جانب الثاني هذا الاتفاق نعكست عليه عدد كبير من المعاملات المالية لاحظنا مؤخرا صفقة الطائرات يعني الشركة الفرنسية أو شركة الإيرباس أو شركة بوينك التي كانت تستمد إيران بعدد كبير من الطائرات الآن كل هذه الصفقة في مهاب الريح ماذا سيكون ويتم تعامل بالدولار نعم هذا مهم أيضا ماذا سيكون يعني ما صير الاستثمار الفرنسي تطال في في محطات أو في يعني أبار النفط الإيرانية نقول يمكن أن روسيا في تدبيرها لمفاعلة نووية خارج عن هذا الضغط الأمريكي لأنها بدورها تعاني من عقوبات اقتصادية أمريكية لكن فعلا العالم الآن في حيرة من أمره ترامب اتخذ هذا القرار وهو يعرف جيدا أن هذا القرار جاء نتيجة مساومة مع عدد من الدول هو أخذ مقابل هذا القرار يعني قبل أن يتخذه وبتالي ولا يهم الأمر كيف سيكون انعكاس كل هذا يمكن أن نقول أنه يعرف دمنيا أن إيران لن تستطع الانسحاب من هذا الاتفاق بسهولة لماذا؟ لأن وقع هذا الاتفاق اقتصاديا وسياسيا على إيران لأنه لن تستطع هذا الاتفاق أخرجها من العزلة وهو الذي مكنها من تدبير عدد من الملفات بكل سهولة ويسر يعني ما مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أنها رغم الضغوطات ورغم البنود التي تحاول تأطير تدبير الملف النووي الإيراني إلا إيران تمكنت من الخروج ومن عزلتها بعقد تحالفات مع روسيا مع الصين من التوغل في المنطقة داخل اليمن داخل سوريا أصبحت تعتمد وسائل أخطر أنا أقول أن الصواريخ الباليستية هي أخطر من البحث أو تسلح نووي يمكن أن تظهر أطاره في المنطقة فيما بعد الأدرع المسلحة لإيران عبر حزب الله عبر الحوتيين يعني أمريكا تدرك مدى خطورة كل هذا لكنها لا تملك وسيلة أخرى من أجل الضغط سوى الانسحاب من اتفاق نووي كان قد سبق للوكالة التقدرية أكدت أن إيران ملتزمة بمضامنه هذا يضع العالم في سنقض في حيرة من أمر طيب خلال جولته المكوكية التي ضمت ثلاث محطات قام وزير الخارجي الإيراني جواد ضريف بزيارة بكين وروسيا ثم بريكسل ترتيب هنا ليس عباثيا بطبيعة الحال وهذه الدول تعرف ما تفعله لماذا اختيار بكين كمحطة أولية في نظرك بكين لها دور متنامي جدا في السياسة العالمية باعتبارها قوة اقتصادية وليس قوة سياسية وفيما يتعلق بهذا الأمر على وشه التحديد هناك بعض التباعدات بين الموقف بين بكين وواشنطن وبالتالي إيران تريد أن تستفيد من هذا الوضع يعني الآن العلاقات الصينية الأمريكية ليست على ما يرام هناك تنافس فواضح روسيا حليف برغسل معروف بأنه الأوروبيين يفضلون استمرار هذا الاتفاق النووي ولكن نلاحظ التغيير الأساس جاء من تغير سياسة ترامب نفسه يعني يجب أن ننتبه لهذه المسألة ترامب كان مهتما بقضايا المهاجرين في البداية والإرهاب لدرجة أنه خرج سبعة دول ممنوع الزيارة إلى آخر إلى آخر ولكن ماذا حدث يجب أن من يتابع السياسة الأمريكية يدرك ذلك قادة الحزب الجمهوري ذهبوا عن ترامب قالوا أن تخسر أنت فترة تانية هذا لا يهمنا لكن أن يخسر الحزب الآن كل قراراتك هذه تصف في صالح الديمقراطيين وبالتالي هذا يسبب لنا ضرر لا على صعيد الكونغرس ولا على صعيد الرئاسة هذا أجبر ترامب أن يتراجع إلى حد ما إضافة إلى أن هناك شخصيات جمهورية قوية جدا وقفت ضده منهم جون ماكين على سبيل المثال الذي أوصى بأنه هو يعاني من سرطان المخ أنه لا يسير في جنازته هذا قمة المعارضة الآن ترامب بدأ يعود هذه مسألة في غاية الأهمية بدأ يعود إلى ما يسمى ثينك تانكس أي مراكز البحث والتفكير الموالية للجمهوريين وعلى رأسه محد راندر وهو الذي بدأ يصبح بمسابة ورشة خلفية لصناعة القرار في البيت الأبيض ولذلك سنلاحظ شيء عندما يأتي القرار بتبريراته بكذا مباشرة ترامب الآن يحكم أمريكا ويسير علاقاته عبر تدويناته في تويتر أي تدوينة كتبها نفزها وبالتالي يجب أن نلاحظ حتى الدور الشبكات الاجتماعية أصبح مختلفا عودة إلى طهران ليس لديهم أي خيار آخر سوى أنه يقوه هذا التحالف أو يقوه علاقتهم مع الصين مع روسيا موسكو ومع الاتحاد الأوروبي بروكسل في مواجهة يعني ممكن أن نتوقع كل شيء من ترامب في مواجهة ممكن حرب إقليمية وأنا أقول بأن الحرب قادمة على أي تحال كيف شكل هذا موضوع آخر ممكن يهاجم إيران هناك كثير من الاحتمالات للأسف للأسف الأمور لا تبشر بخير في المرحلة المقبلة أستاذ ريبق الأستاذ الحاجبريل طرح إمكانية الحرب في المنطقة الحرب الإقليمية نتيجة لتمدد إيران في منطقة الشرق الأوسط ووجودها في عدة بلدان في نظرك هل تصعيد العسكري الأخير الإسرائيلي ضد أهداف إيرانية والرد عليه من طرف يعني إيران هو مقدمة لهذه الحرب أم أنها كانت رسائل لإيران لكي تراجع أدوارها الإقليمية أعتقد أني أختلف مع الأستاذ طالحة فيما يتعلق بالحرب لأنه المصالح الاقتصادية التي أصبحت تؤثر السياسة الآن ترامب أجندته السياسية واضحة كما قلت في البداية يعني التزاماته وعوده التي الآن ينفذها الواحد تلو الآخر يعني كان قد التزام بها مسبقا لكن ما يحسن اختياره ترامب الآن هو التوقيت لاحظوا معي نقل السفراء الأمريكية إلى القدس في ذكرى النكبة التوقيت الذي اختاره من أجل انسحابنا يتزامن مع إعادة دفع العلاقة مع كوريا الشمالية بمعنى يحاول أن يظهر لنا أنه ليس هو الوحيد المنعزل بقراراته بينما الآخر هو الذي يتخذ بعد التدابير التي تؤدي إلى اتخاذ هذه المواقف هو الآن يحاول أن يستغل التوقيت هو يحاول أن يضغط على إيران لأن إيران التي تتوسع الآن في العراق وفي سوريا وفي اليمن يمكن أن تتفاوض معك بشأن هذه التوغلات بشأن تدبير صواريخ الباليستية بشأن العلاقة مع دول الخليج لكنها ستتفاوض معك بناء على خريطة هناك في الواقع ترامب يحاول أن يستبقى الأحداث وأن يتفاوض في حصته الاقتصادية في إيران لا ينقل الدول الغربية لماذا ترفض الآن الانسحاب لسبب المبسيط وأن علاقة الاقتصادية الآن مع إيران متطورة جدا والشركات الاقتصادية الأوروبية ترفض هذا الانسحاب جملة وتفصيلة الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تساوم بقيادة ترامب مع إيران في عدد من الملفات وأنا أكيد أنه عندما سيحصل ترامب على مقابله المالي سيبحث عن ألف حل لهذا الانسحاب كلنا يعرف قضية إيران كلنا يعرف العلاقات الخفية المتواجدة في الوراء كلنا يعرف لماذا الآن أوروبا تسكت عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي تمرت إيران داخل ترابها يعني ما مصير الألاف من اللاجئ الإيراني المتواجدون يعني في الدول الغربية كل هذا بسبب ارتفاع ذلك بعدد من المصالح اقتصادية الحرب يعني يمكن أن تقع بعض المناوشات كل ما وقع مناوشات ما بين إسرائيل وإيران داخل سوريا أو النظام السوري يمكن اعتباره فقط مناوشات من أجل الوصول إلى عدد من الحلول القضية الآن أكبر من كل هذا هناك قرارات صعبة جدا تتخذ داخل المنطقة لا من طرف بعض دول خليج تدخل داخل اليمن لا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية عندما نقلت سفارتها إلى القدس إسرائيل هي الرابح الأكبر في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لا هم لها إلا تقوية وتحصين مصالحها الاقتصادية أكثر من أي نفوذ عسكري أستاذ طلحة هل سنكون إزاء شرق أوسط جديد بسبب التغيرات التي يطرحون البلف النووي الإيراني نحن بدأنا في هذا الشرق الأوسط الجديد الآن هناك شرق أوسط جديد وأنا أقول بأن الحرب ليس بالضرورة أن يضغط على الزير في واشنطن ولكن لاعبون المحليون على إسرائيل، إيران، تركيا، دول الخليج، العراق، سوريا هذه كلها يوجد لاعبون محليون لديهم مصلحة في تصعيد الأمور وتصعيد درجة التوتر نحن الآن أمام في الحقيقة شرق أوسط خريطة تتفتت تماما كانت هناك تقسيم دائما يتحدثون عنه من أيام سايكيس بيكو ومتفاقية سايكيس ولكن الآن هناك تفتت ما هي الدولة الآن؟ لاحظ ما هي الدولة الآن التي توجد فيها حروب وهي دولة متماسكة الحدود ومتماسكة الأراضي لا سوريا الآن متماسكة هناك جيوب داخلها العراق ليس دولة متماسكة اليمن ليس دولة متماسكة وقص على ذلك يعني الآن الأمر تعدى التقسيم إلى تفتيت حتى الدول إلى كيانات وكيانات صغيرة جدا في بعض الأحيان الآن نحن نسمع أنه هناك كيان في مدينة وليس فقط في جزء أو إقليم فأنا أعتقد بأن الآن المنطقة مقبلة وهذا سببه يجب أن ننتبه عملية التغييب الكامل التي تمت لعمل الجماع العربي والتي مهما قيل فيها كانت على الأقل هذه المظلة مظلة القمم ومظلة الجامعة العربية الفعالة يعني كان هناك على الأقل دور تلعب هذه المظلة الآن هذه المظلة يعني الآن عندما نتكلم على سبيل المثال عن مؤسسة القمة العربية نتكلم عن لقاء بورتوكولي لا أكثر ولا أقل ولكن ليس لقاء يمكن أن يصنع أو يغير أو يفعل ذلك يعني ربما من حسن الحظ أن منطقة شمال إفريقيا إذا استثننا ليبيا بعيدة عن هذه الأجواء وهذا ربما أنا أقول فيه مسألة إيجابية بصراحة ربما تؤدي إلى نتائج إيجابية أن يكون هذه المنطقة منطقة المغرب العربي منطقة شمال إفريقيا بعيدة عن هذه المشاكل التي تحدث الآن في الشرق الأوسط نحن الآن أمام شرق الأوسط متفتت وليس فقط شرق الأوسط جديد يقال بأن الشمس تشرق في الشرق ولكن عندما تأتي إلى المغرب إلى الغرب تكون ناضجة وهادئة وكذلك حال ربما الصراعات السياسية والخلافات وحتى الأفكار السياسية بقي لدي سؤال مرتبط بالوضع الداخلي الإيراني الحرس الثوري الإيراني كان دائما ضد هذا الاتفاق النووي كان دائما يقول لا ثقة في الغرب وله ذلك القاموس العدائي تجاه الغرب لاحظنا كيف أنه عاد إلى هذا القاموس عدل استعمال مفرداته عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي كيف سيؤثر ذلك؟ هذا الصوت الآن المرتفع للحرس الثوري للسقور داخل النظام الإيراني كيف سيؤثر على إيران داخليا في نظرك؟ لا يجب أن ننسى أمرا أساسيا أنه رغم الاتفاق النووي أن الحرس الثوري الإيراني أو كل الأياد العسكرية لإيران خارج طراب إيران ظلت دائما عرضة للعقوبات لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله أو أبرز تنظيمات الشيعية العسكرية في لائحة المطلوبين بمكافأة مالية ضخمة بمعنى أنه كان دائما واقعا في الحصار الذي كان يمارس عليه وبالتالي كان هذا هو جوهر الخلاف ما بين السقور وما بين الإصلاحيين الذين كانوا يطالبون بتوفير أجواء سلام أجواء تعامل إيجابية ما بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلا أن السقور كانوا دائما يرفنوا ذلك ويدفعون بحجية وجود إسرائيل أو التدخل الأمريكي في منطقة شر الأوسط أعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق النووي سيقوي جبهة المحافظين سيقوي جبهة السقور ويمكن أن يعصف بأهم معاقل إصلاحيين الذين الآن وضعوهم ليس جيدا أمام الحصار المضروب عليهم من الداخل المرشحين الرئاسيين الذين كانوا يعيشون إلى حدود الآن في إقامة إجبارية ولا أيضا في مسلسل الديمقراطية داخل إيران الذي يحاول ما أمكن أن يحافظ على وجه التوري على أطروحة التوري الإسلامية من الأجل يضمن إنشئنا سيطرة أكبر يعني تتجاوز مجال إيران إلى دول الشرق الأوسط إلى دول أخرى وقد تأملنا التواغل الإيراني داخل القرى الإفريقية أيضا أشكرك الأستاذ أشرف طريبق رئيس مركز إسبريس للدراسات والإعلام على المشاركة في هذه الحلقة وأشكرك الأستاذ طلح جبريل على المشاركة في هذه الحلقة والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الإضاءات وأضرب لكم موعداً بأسبوع المقبل بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة